أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا لأنه أساس صلاح الأبناء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم لأزيدن في صلاة من أجلك يا بنيا رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا قول الله وكان أبوهما صالحا اللهم إنا نسألك الصلاح في انفسنا وذرياتنا تلقفوا عليهم فريطة وذرياتنا تلقفوا عليهم فريطةً